مياه السربة مهددة والعطش يلاحق بلاد الرافدين بالأرقام المحزنة فسبعة مليارات متر مكعب فقط هي ما تبقى من أصل خمسة وخمسين ملياراً مما يتطلب إجراءات سريعة لتدارك الضمأ بخفاض النهو الأدنى في تاريخ البلاد يقترب المخزون الماء الستراتيجي نحو سبعة مليارات ونصف مليار متر مكعب بعد أن خسر خلال أربع سنوات فقط خمسة وخمسين مليار متر مكعب منها وهو ما يمثل تهديداً حقيقياً لمياه الشرب في سنوات المقبلة وتقلص المساحة الزراعية إلى خمسة وعشرين بالمئة في العام المقبل بعد أن خفضت لقرابة الخمسين في المئة في هذا الموسم يجب حشد كل الجهود الدبلوماسية والسياسية في سبيل أن يكون لها تأثير كبير على الجانب التركي والإيراني يعني الحاجة إلى المياه تتضاعف كل عشرين سنة يعني كل عقدين تزداد الحاجة إلى ضعف العراق وصل إلى مرحلة التصحر في بعض المناطق ووصل إلى مرحلة العطش في مناطق أخرى بالنسبة حتى للأفراد والبشر وهذا خطر جدا على مستقبل البلد أزمتنا تختلفها بعضها بين فنية وسياسية ومع ما تتحرك لتدارك وزارة الموارد المائية يرى مختصون أن هذه الإجراءات لا تتعدى أن تكون سوى تنظيم إدارة أزمة الملف المائي وليس معالجتها التي تطلب تحركا إقليميا يعني الوزارة هي كل ما تستطيع أن تفعل الوزارة هي ردود الأفعال الانعكاسية للأزمة المتولدة لأسباب الطبيعية يعني الأسباب المناخل ساقط المطري سماقة ثلوج قليلة الجزم بأن جهة واحدة أو قرار واحد أو سلطة أو حكومة أو منظمة أو شخصية تستطيع أن تضع حل لهذا الموضوع لا أعتقد صحيح الكل يجب أن تشارك معطياتنا تدفع مختصون لمطالبة السلطة التنفيذية بتشكيل فريق أزمة لاتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة موجة محتملة من الجفاف خصوصا إذا وجدت البلاد شتاء جافا في المقبل أزمة ومع ما قد تذهب إليه من تداعيات تجب على جميع سلطة البلاد التحرك نحو دول منبع للضغط على استحصال حصاص العراق المائية مصطفى الوشأ الرابع بغداد